مصر قالت كلمتها الحاسمة برفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لأهالينا في قطع غزة وبالفعل في الدقائق الأولى من ساعات اليوم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن تم خلال الاتصال الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام مع قيام الجهات المعنية في مصر والولايات المتحدة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول هذه المساعدات في الحقيقة لما نقول دخول المساعدات هو أمر غاية في الأهمية لأنه سيخخف كثير عن أهالينا في غزة خصوصا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة أطلقوا قافلة شملة بتضم حوالي 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب طبعا أن مصر خصصت مطار العريش الدولي عشان يستقبل المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدول والمنظمات الدولية الغزة في أشد الحاجة لها لأن طبعا إحنا عارفين أن القطاع الطبي أو هناك في مشكلة كبيرة في المستهلكات الطبية في المستشفيات بالإضافة لنقص الوقود الشديد اللي مخلي عربيات الإسعاف مش عارفة حتى تتحرك تسعف الناس هناك بكل تأكيد مصر تحركت لنصرة القضية دوافع كثيرة وعديدة تحركت بسببها مصر لدعم الأشقاء في فلسطين أبرز هذه الدوافع هو نصرة القضية هو حماية الأمن القومي العربي هو دعم استقرار المنطقة بشكل عام هو حماية الأمن القومي المصري إحنا في روابط تاريخية وجغرافية تربطنا بالأشقاء في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه التحديد بكل تأكيد هذه الدوافع والدوافع الإنسانية أيضا هي التي جعلت مصر تتحرك لنصرة القضية الفلسطينية وده مش جديد الموقف المصري ثابت على مدار الصراع العربي ونرجع مرة تانية نقول أنه هو الصراع العربي الإسرائيلي الموقف المصري ثابت وواضح في إدارة هذه الأزمة وفي دعم الأشقاء في فلسطين وده كان واضح جدا في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الضيوف اللي جم مصر بسبب طبعا هذه الأحداث وتصعد حدة هذه الأحداث ولقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كانت رسالة قوية ووضحة حتى أن الرئيس قال له أنا عشت في مكان جنبا إلى جنب مع اليهود لم يحدث أن تعرض يهودي لأي مضايقات أو تهديدات سواء في الوضع سواء في المنطقة العربية أو في أي دولة من الدول الإسلامية مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية كانت اللهجة المصرية واضحة وصريحة أيضا في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع المستشار الألماني أولف شولتز عندما قال له بأننا نرفض رفض بات تهجير الفلسطينيين والحيان مصر تدرك جيدا وتعي جيدا أن خروج الفلسطينيين من غزة تحديدا يعني تصفية هذه القضية تماما لذلك كانت الكلمة واضحة من سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث مع المستشار الألماني أولف شولتز بأن مصر ترفض رفضا باتا خروج الفلسطينيين خارج حدود وطنهم وده بيعتبر نصر القضية الفلسطينية بارح كلنا تابعنا المؤتمر الصحفي اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولف شولتز وكان فيه تصريحات واضحة وصريحة فيما تعلق بضرورة دخول المساعدات لغزة والتحديد من فكرة تهجير الفلسطينيين لسينا لأن ده أمر في منتهى الخطورة ومش هتقبله أبدا الدولة المصرية لأن ده بيمس السيادة المصرية وبيعمل على تصفية القضية الفلسطينية احنا شفنا كمان مبارح يا شازلي خروج الألاف في مظاهرات في مختلف أنحاء العالم شفنا تظاهر مبارح كان موجود قدام الكونجرس والبعض نجح في أنه هو يقتحم الصالة الرئيسية في الكونجرس أو البهو الرئيسي في الكونجرس وحصل هناك بعض التظاهر إلى أن تم إعادة الأمن وخروجهم أمام الكونجرس وأمام الكابيتل والتظاهر في الخارج شفنا المظاهرات المختلفة اللي موجودة مبارح في لبنان وفي الأردن وفي أماكن مختلفة تطالب بوقف العدوان الغاشم الإسرائيلي اللي بيحصل على قطاع خزة شفنا بقى كمان مبارح بيانات مختلفة من القوى السياسية والحزبية الدعمة لموقف الدولة المصرية وشفنا كمان مظاهرات في العديد من الجامعات بتفوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يرى مناسب لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن المصري لأن الدولة المصرية دولة ذات سيادة عندها إمكانات وقدرات بيضمن النهاء القومي واستقرارها والحفاظ على أراضيها بكل تأكيد وأعتقد أنه بات وضحا للعالم من هم دعاية الحرب ومن هم دعاية السلام على مدار الحلقة نحن نكون مع حضراتكم في توطية مجتمرة لما يحدث في قطاع غزة بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيكو حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر